مجددا ميليشيات الحوثي تلجوا الى السجون لتجنيد نزلائها والزج بهم في الجبهات التي تخسر فيها محافظة حج هذه المرة هي الهدف للحوثيين الذين بدأوا حملة تحشيد للمقاتلين بين سكان المحافظة شاملت نزلاء السجون في عملية تشارك فيها قيادات عليا تابعة لهم حيث كلف الحوثيون على القيس وزير الإدارة المحلية في حكومة الانقلابيين بالإشراف على حملات التحشيد في مدريات حج كافة بحيث تستغل الميليشيات ظروف السجناء الصعبة لتجنيدهم اللجنة الحوثية المكلفة بالتحشيد بدأت من مدرية بني العوام القريبة من مركز المحافظة بقية مدريات محافظة حج شهدت حملات تحشيد مماثلة نفذتها قيادات حوثية ميدانية وبحسب مصادر فإن الحجد يتركز لدعم جبهتي كتاب في صعدة وعبس في حجة وقد خصصت ميليشيات الحوثي لهذه الحملات عشرات الملايين لشراء الولاءات وإغراء البسطاء من المواطنين ببعض منها خلال الفترة الماضية أقدمت ميليشيات الحوثي على تنظيم معسكرات مخصصة لتدريب السجناء حيث يتم استمالة المحبوسين بالإفراج عنهم وإعفائهم من مدة الحكم المصادر تشير إلى أن عدد المحبوسين في سجون الحوثيين يصل إلى عشرين ألف شخص بين مختطف ومحبوس سرا ومختف قسريا يواجهون التعذيب للقبول بالتجنيد وقد سبق أن أفرجت الميليشيات في السجون المركزية في صنعاء عمران والحديدة عن المئات من المساجين ونقلتهم إلى جباهات القتال في محافظة ذمار أفرجت الميليشيات عن المئات من النزلاء في السجن المركزي وعدد مماثل في سجون أخرى في مدريات المحافظة مقابل نقلهم إلى جباهات القتال وقد تم إخضاع السجناء لدورات طائفية وتحريضية قبل إجبارهم على الانتقال إلى جباهات القتال ترجمة نانسي قنقر